السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي التلاميذ فيديو اليوم يخص مدى التربية الإسلامية للمساوة الثالث آددي الفرد الثاني في الدورة الثانية مع الإجابة على بركة الله الفرد كتابي رقم اثنان لدينا وضعية تقويمة قرر ياسر اتخاذ جنسية فرنسية لمصالح يقدها علما أنه مسلم متدين يؤمن بوحدانية الله ويحافظ على شريعته وبه إعاقة تمنعه من التجنيد العسكري الإجباري غير أن زميله ردوان عاب عليه ما فعل وقال بالحرف لقد خرج عن ملة الإسلام بقرارك هذا أعيد قراءة الوضعية للمرة الثانية قرر ياسر اتخاذ جنسية فرنسية لمطالح يقدها علما أنه مسلم متدين يؤمن بوحدانية الله ويحافظ على شريعته وبه إعاقة تمنعه من التجنيد العسكري الإجباري غير أن زميله ردوان عاب عليه ما فعل وقال بالحرف لقد خرج عن ملة الإسلام بقرارك هذا الأسئلة المتعلقة بهذه الوضعية اقرأ الوضعية بتمعون ثم أنشت المهام الآتية السؤال الأول أوضح ما تحته خط لدينا كلمة متدين وشريعته إذن مطلوب أننا شرح أو لا توضيح هاتان الكلمتان السؤال الثاني أحدد ما قام به ياسر مبدياً موقفي من سلوكه مع التعليل السؤال الثالث استخرج من الوضعية سلوكين أحدهما دال على العقيدة والآخر دال على الشريعة والسجهد بنص جانع بينهما السؤال الرابع أتأمن المعطيات الآتية وأملأ الجدول بالمطلوب لدينا الكلمة التالية التعايش اعتقاد وحدانية لله تعالى إخراج الزكاة الإيمان بالقضاء والقدر إمارة المؤمنين التصديق بالغيب التعارف إقام الصلاة لدينا الجدول الأسفلاء يضم المفاهيم المندرجة تحت العقيدة والمفاهيم المندرجة تحت الشريعة بمعنى المفاهيم التي تخص العقيدة والمفاهيم التي تخص الشريعة إذن واجب علينا تصنيف هذه العبارة أو لهذه الجمل حسب المطلوب يعني اللي في العقيدة نحضره في العقيدة واللي في الشريعة تنتمي الشريعة تنزله في هذه الخانة إذن كان هذا هو السؤال وهذا فقط العبارات لدينا التعايش اعتقاد وحدانية لله تعالى إخراج الزكاة الإيمان بالقضاء والقدر إمارة المؤمنين التصديق بالغيب والتعارف كذلك القام الصلاة نمر إلى السؤال الخامس السؤال الخامس أوضح المفاهيم الآتية وشرطين ومقصدين لكل واحد منهما لدينا الزكاة إمارة المؤمنين والتعايش يعني نطلوب أن هذه الزكاة نعطي لها التعريف ديالها أو للمفهوم ديالها كذلك نبيلها وشرطين نعطيه شرطين فيها وكذلك المقاصد مقصدين من هذ المقاصد ديال الزكاة إذن مطلوب أننا ننزلوا المذاهيم ديال الزكاة وإمارة المؤمنين والتعايش كذلك نعطيه المقصدين منهما وكذلك الشرطين إذن هكا باش نملؤوا هذا الجدول اللي سيخص لنا سؤال الخامس في انتظار أنا ننزل لكم الأجوبة فلابد أنكم نديروا مجهودكم الخاصة السؤال السادس استدل بالنص المناسبة على كل سلوك من السلوكات التالية التعامل مع غير المسلمين بمقصد شرع الله تعالى إذن عندنا هذا التعامل مع غير المسلمين المطلوب أننا نستدلوا بنص شرعي من القرآن الكريم كذلك عندنا العبارة دي الوجوب إخراج الزكاة المطلوب يعني نعطيه كذلك نص شرعي تحقيق فضيلة تعرف مطلوب كذلك إحطاء نص شرعي غد نشوفوا السؤال السابع يقول الله تعالى في سورة الحديد يعلم ما يرجو في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير ستقل له مولانا العظيم السؤال الأول استخرج مدمول آي الكريمة با أبين معنى يلج ويعرج السؤال الجيم استخرج مثالا على استخرج مثالا على إخفاء المستاكنة وكذلك مثالا على المد الطويل المتصل مع التعليل نمر إلى السؤال الثامن يظهر من قوله تعالى في سورة الحديد فاليوم لا يأخذ منكم إلى قوله سبحانه لعلكم تعقلون إذن نمر للإجابة على جل أسئلة المتعلقة بهذا الفرض على بركة الله الإجابة على الفرض الكتابي رقم اتنان شريعة الله ما تضمنه القرآن الكريم وشملت عليه سنة نبوية من تعاليم مفصلة للعبادات والمحاملات إذن هذا هو تعريف شريعة الله ما تضمنه القرآن الكريم وشملت عليه السنة النبوية من تعاليم مفصلة للعبادات والمعاملات متدين يطبق تعاليم الإسلام ويخدع لها تصرفته متدين يطبق تعاليم الإسلام ويخدع لها تصرفته الإجابة على السؤال الثاني اتخذ له جنسي فرنسية وبما أنه محافظ على تعاليم الإسلام ولا يلجئه هذا القرار إلى ما قد يتعارض مع أهدف هذه التعاليم كالحرب ضد المسلمين مثلاً بحكم إعاقته المانعة من التجنيد فلا أرى فيما قام به عيباً بل مصلحة شخصية واجتماعية مقبولة الإجابة على سؤال الثالث السلوك الدال على العقيدة يؤمن بوحدانية الله تعالى السلوك الدال على الشريعة يحافظ على شريعته قال تعالى في سورة الأنباء فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لصعبه وإن له كاتبون الإجابة على سؤال الرابع المفاهيم المندرجة تحت العقيدة والمفاهيم المندرجة تحت الشريعة إذن هنا قمنا بتصنيف دي المفاهيم فعندنا وحدانية الله تعالى والإيمان بالقلاء الله تعالى وقدره التصديق بالغيب جل هذه العبارات يدخل في المفاهيم المندرجة تحت العقيدة لدينا كذلك المفاهيم المندرجة تحت الشريعة فالتعايش إخراج الزكاة إمارة المؤمنين التعارف إقامة صلاة كلها مفاهيم مندرجة تحت شريعة إذن كان هذا هو الجواب على السؤال الرابع نمر للإجابة على السؤال الخامس نمر إلى السؤال الخامس لدينا المفاهيم التالية الزكاة إمارة المؤمنين والتعايش بيانه الزكاة هي إخراج قدر معلوم من المال إلى الجهات المسحقة له متى توفرت شروط إذن كان هذا هو تعريف أو لتبيه معنى الزكاة إمارة المؤمنين بيانه سياسة الرعية سياسة شرعية تضمن مصالح الدنيا والآخرة أما التعايش فهو مبادلة حق الوجود والعيش في مهادنة ومسالمة ومقاسمة للمنافع عيد التعايش مبادلة حق الوجود والعيش في مهادنة ومسالمة ومقاسمة للمنافع فيما يخص الشرطان والمقصدان للمفاهيم التالية الزكاة وإمارة المؤمنين والتعايش فشرطان الزكاة النية والسلامة من الدين مقصدان مغفرة الله تعالى وسوابه وكذلك التخفيف من حدة الفقرة إمارة المؤمنين شرطان فيه البيعة أهل الحق والعقد المقصدان له إقامة العدل حماية الدين والبلاد أما التعايش فالشرطان هم التسامح واحترام حقوق الغير مقصدان له تبادل المصالح وتحقيق السلم والاستقرار الإجابة على السؤال السادس لدينا السلوك والدليل الشرعي السلوك التعامل مع غير المسلمين وفق شرع الله الدليل الشرعي لا ينهكم الله عن الذين لم يقاتلكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقصدوا إليهم إن الله يحب المقصدين صدق الله مولانا العظيم أما السلوك الثاني وجوب إخراج الزكاة الدليل الشرعي وأقيموا صلاة وآة الزكاة واركعوا مع الراكعين صدق الله مولانا العظيم السلوك الثالث تحقيقوا فضيلة التعرف دليل الشرعي يا أيها الناس إن خلقناكم من ذكرين وأنت وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أثقاكم إن الله عليم خبير الإجابة على سؤال السابع ألف علم الله تعالى محيط بكل شيء سواء في الأرض أو في السماء وما يصعد إليها ولا يغيب عنه شيء من أحوال العباد ب يرجو بمعنى يدخل يعرجو بمعنى يصعد جيم لدينا المثال الحكم التجويدي والتعليل لدينا المثال الأول من إخفاء نون ساكنة كنتم ينزلوا كنتم وينزلوا التعليل لمجئها قبل التاء والزاي وهما حروف الإخفاء لدينا كذلك الحكم من مد طويل متصل لدينا مثال السماء السماء التعليل لمجئ حرف العلة متبوعا بهمزة في كلمة واحدة لمجئ حرف العلة متبوعا بهمزة في كلمة واحدة الإجابة على سؤال التامي يقول سبحانه وتعالى في سورة الحديد فاليوم لا يأخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم وبيس المصير ألم ينل الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكون كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقزت قلوبهم وكثير منهم فاتقون اعلموا إن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون صدق الله مولانا العظيم إلى هنا أعزائي التلاميذ وصلنا إلى نهاية الفيديو فلا تنسوا الاشتراك في القناة وكذلك الضغط على زر لايك وزر الجرس ليصلكم مني كل جديد دمتم في رحاية الله وحفظه ترجمة نانسي قنقر